السلام عليكم حبيبتي في قناتكم وقناة باسمتي للتفصيل والخياطة الفيديو وتعليهم عن طريقة تفصيل وخياطة سروال تعبنات السراويل راح نديرينهم مشاريع تقدروا تديرهم مشروع تبيعهم 20 الف للسروال المهم 3 سنين يلبس حتى الربع سنين القماش البولار راح يدير 22 الف عفوان للمتر متر تعقماش يخرج لكم 3 السراويل وتقدروا تخدموهم حتى بيجامات دارت لكم بيجامات وحطت لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله هنا نديكم القياسات انتع السروال طول انتع السروال جبت نصف متر 52 زيادة فيه زوج سنتيم دايما كيق الصناء تكون زيادة انتع القماش وهنا العرض انتع القماش باش ندير السروال 26 سنتيم عندكم هنا السروال تعبنيات قدروا تفصلوا عليه ما عندكم اش تديوا القياسات هنا عطيتكم الفصل على السروال وعطيتكم القياسات المبتدئات باش ديكم طريقة سعلة القماش قطوناء بولار قدرت العرض انتع السروال دورة الخاصر 22 سنتيم وانزلت الدورة حردن تاع الحجر انزلت 25 سنتيم وهنا الطول انتع السروال تعطيتكم 52 سنتيم لكن اذا كان عندكم زيادة بجديروا لاستيك تنزلوا 28 سنتيم هنا ما عنديش خرج اللي ناقص في الدورة انتع الحجر لكن اذا تلاقي قطع القماش فيها 5 سنتيم والدورة انتع الرجل مش جهة السوفلية انتع السروال ادخلت 14 سنتيم وهنا تتراسيو وتفصلو السروال تقدرو جيبوا في السروال جيبوا 55 سنتيم يعني نسب متر وتكون زياد عليها 5 سنتيم باش يكفيكم باش تديروا السروال وهنا نديروا الطريقات على الفصالة هنا باش نزلت الدوران تاع الحردة انتع الحجر قلت لكم تقدرو هي لازم تنزلو ب28 سنتيم باش يجي السروال وافي مايجيش ناقص لكن زيت قطع انتع قطونا انا مل سامبل ملئيني ازدتها في الجيهان تاع الاستيك على حساب 5 سنتيم نوريكم في الطريقة انتع الخياطة هايا درت الفصالة انتع السروال كملتها وهنا لازم هايا هنا قطلكم انتع الاستيك وهنا لازم ندخلو بزوج سنتيم في الجيهان تاع الامام باش يجي الامام باين والخلف باين عندنا في السروال الصغير تدخلو بزوج سنتيم والكبير تدخلو اربعة سنتيم حتى الخمسة سنتيم وهنا البونيوس نستعملوه في الجهة السوفلية انتع ارجل تاع السروال درت العرض دورت انتع السروال درت 24 سنتيم تديرو القياسات هايا تديرو على حسابها لكن تنقصو من البونيوس 1 الربعة سنتيم العرض انتع البونيوس درت 8 سنتيم يعني 16 سنتيم رهمتو هي على زوج ونفصل الزوج واللي بقا لي قطلكم ازدته في السروال في دورة الخسر باش درت لاستيك هايا نقصت هنا قطلكم نقصت على الدورة انتع انتع رجلت على السروال نقصت ربعة سنتيم ما تديروش على حسابها باش يجيكم السروال ملموم من الجهة السوفلية يعني البونيوس لي كوت يجيو كي لي كوت كملت الطريقة انتع الفصلات على السروال وهنا هاد القماش انتع قطونا بقالي نصف متر درت السروال وبقالي منه تقدرو تستعملوه بونيات اللبنات او بندانات انتع الشعر وهنا نديرو الخياطات على السروال هنا لقيت البونيوس في الاول تلاقيوا البونيوس وتقولي وتقلبوه على زوج بتجيكم الخياطة لداخل لقيتهم في زوج وهنا لقيت السروال لقيته ودرت له سير في لاش لقيته من الجهة العلوية ولقيته من الجهة السوفلية لقيته زوجي هاته هنا اللي سقو البونيوس خيطت البونيوس واللي درت لهم سير في لاش الفينيسيون تاع السروال جاش باب وهنا تبقى علي القطعن تاع القماش اللي زيتها قوتلكم باش ننولي نطويها ندير فيها لاستيك عفون هاي هنا قصيت قوتلكم قصيت على حساب 5 سنتيم خيطتها واللي درت لها سير في لاش تلاقيوها في الاول وتولي وتدوروها على دورة الخسرة السروال تديروها كل كفة جيكم الداخل في السروال ما جيش بعينه احسن ملي تديرو من السروال وتديرو لاستيك باش كيمون قولو في الدورة نتع الخسر جيها العلوية نتع السروال يجي وافي ما يجيش ناقص هاي هنا ندورها على السروال نديلها خياطة نديلها خياطة ونديلها سير في لاش هاي كملتها واللي نقلبها نديلها خياطة ونديلها خياطة وندورو على حساب دورة الخسر توما تشوفوش حل تديرو هيكملت هنا هاي تخلي وفتحبش دخلو لاستيك مامي جي شباب القطعة اللي تزيدو هات على القماش تجي شابة في السروال شوفوا السروال جا شباب البونيوس جاو شابين هنا نتك كولاستيك كي تكملو توليو تخيطو الفتحة اللي ترتو فيها لاستيك نتيجا نهائيا تحسر والسروال شوفوا فينا زد لهاديك القطعة اللي زدتها في الدورة على الخصر باشدن للاستيك جا شابة جي شابة بزافي جي شوفوا يجي شباب هادي النتيجة النهائيا تحسر والسروال باش تنزلوا الدورة الحجر باش يقعد لكم السروال وفي ما يجيش ناقص لبنية طايتكم هاد الفكرة باش يلكن عندكم القماش ناقص تقدروا تزيدو القماش وديرو لاستيك اه هنا تنقيو الخيطان دايما يكون تكون الخيطة متقونا اي هادك الصغير يلبس عامين وهذا يلبس تلت سنين حتى ربع سنين اه هدي النتيجة النهائية على السروال قلت لكم تستعملوا مشروع تبيعوا 20 الف للسروال اه وان شاء الله تعجبكم ومع السلامة وانطلقوا فيديو اخر ان شاء الله شكرا شكرا شكرا